بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم أحوالكم طيبان تمنكم يربي تكونوا كاملين بصح حسنا يا رب الأجواء الصيفية بدأت كتهل وما كيحلى معها غير مثل هذه الوصفات اليوم إن شاء الله قد نحضروا مع بعض غلاس بحجم عائلي كيجي هائل جدا قوى مقشتي كيجي غزاء اللف المذاق وغير مكلف يعني مكونات بسيطة يعني وكتعطي يعني كمية معقولة ممكن يعني تفرحوا بها كوليداتكم ومال نظاركم توضفوا أيضا لعندكم شي ضيافة مع الدسير كيجي رائع جدا لهذا القلاس غدي نحتاج ليه عندي 400 ميلي لتخ ديال القش داتاريا محلات أنا استعملت هاد النوح عندي عبوة ديال الفلون الحجم كبير يعني مناكهب بالكراميل وأيضا فيها قياسة ديال السكار وعندي جوج علاب ديال دانات أولاد هاد كريم دسير بنكهة الكراميل يعني هادو هما المكونات اللي غدي نوضف في هاد الجلاس ويكونوا المكونات كلهم باردين يعني البول ديروه في تلاجة اولا في المجمد واحد شوية حتى كيبرد وحتى هاد القش داتاريا باش شوية يعني ضياكة تطلع معاكم كيف قلت هنا عندي 400 ميلي لتخ ديال القش داتاريا محلات ما تضريتش أنا ننضيف السكر إذا ممكن تضيفوا معلقة ديال العسل غير باش كتحيدوك البلورات ديال تلج من الجلاس فقط إما بالنسبة الحلاوة رهها حلاوة عبار قياس خدمت هاد القش داتار حتى طلعت واحد شوية يعني في النصف المرحلة قبل ما نتطلع يعني تماما وضفت لها هاد العبوة ديال الفرن بنكهة الكراميل كيف قلت لكم أنا درس هاد الحجم الكبير وغدا نضيف هاد الكرام ديسير أو لها الدانات كراميل يعني جوج علب ممكن تديروه شوكولات عادي جدا يعني اللي كتبغي النكهة أو للطيبة ديال الشوكولات ممكن تضيف ديال الشوكولات سوفو غدي نكمل الخفق حتى يطلع ليا الكرامة ديالي مزيان كيف قلت ممكن تضيفوا على ديال المكونات معلقة ديال العسل لا غير فقط باش كتحيدك بالنورات تتنج لا غير إما بالنسبة لنكهة أو للطيبة ديالها أو للقوامرها كي يجي هائل جدا كنخدم حتى كنحصل على دمينقار طائر بهذا الشكل كنعرف بأن الكريمة ديالي سافرها وجدات أنا استعملت هاد البديل ديال أوريو هاد أويو استعملت منه جوج قطع يعني جوج بكيات هكا هرمشو واحد شوية فتتو واحد شوية وضفتو ممكن تضيفو حتى ثلاثة وكان بدا نخدم بالمهل بحركة دائرية باش كنحاول أن ندمجو مع ديال الكريمة خديت واحد ساكل لبستو بالفيلم أليمونتار وضعتوها كفاف إينا وغادي نبدا نسكب فيه الكريمة ديالي وانتو ما يعني كنت تحكموا في القياس بغيتوا يجيكم عالي غادي تغروا الدائرة بغيتوا يجيكم في هاد القياس يعني رأى لكم الاختيار كنحاول يعني نبسط أو لا نقاد وانا كنضربيه بوحد شوية باش كيتقادوا دوك الجنيبات وما يكونش عندي فارغات في القياس ديالي سوف نعاود نغلفو بالفيلم أليمونتار وندخلو المجمد انا للامنة خليتو ليلة كاملة ممكن تخليو غير بعا خمسة تسويع رأها كافية رأى غادي يجمت ليكم ستتسويع ابعد حد هنا لغت دالي بعد ما جبتو من المجمد كتخليو في سطح العمل واحد شوية حتى كيتطلق سافيو حييتليه داك الفيلم أليمونتار وغادي نكمل ليه تزين دياله كمل تزين بدوائر ديال داك البيسكوي بهذا الشكل وغادي نكمل ليه تزين بخطوط ديال سوس كارامال هادي تحضير منزلي غادي نخلي لكم الوصفة ديالها في آخر الفيديو يعني كتديلوا خطوط بهذا الشكل خطوط عشوائية سافيو هالجلاس ديال نواشت هادي نقطع معكم باش شوفوا القوام دياله كيف قلت لكم رأى كيجي قوام وقشتي كيجي غزان غير خليه تياخد حرارة المطبخ عادي بدو تقطعه باش ما يتهرسج معكم هادي رأس آلة يعني مفرغ منها وهذا هو الشكل يالو من الداخل كيجي باين في ديال حبيبات ديال ديال داك البيسكوي كيعطيه واحد طيبة واحد المادة خغزان واحتى واحد الشكل زوين يعني هدا هو الشكل يالو من الداخل وهدا هو القوام ديالو يعني مليكاس بدأوا تأكله كيف قلت لكم رأى كيجي قوام وقشتي وكريمي هذا هو الشكل يالو عن قرب كيجي قلاس ماداق وغزال وهائل جدا وكيشفتو سهل التحضير وسريع التحضير يعني دغيه يوجد معاكم بالنسبة لسوس كراميل هنا عندي عندي كأس ديالسكر وضعته في كاسخول والكاسخول تانية وضع فيها كأس ديال الحليب باش يجيني دك الحليب دافي ما يحجرش لنلا الكراميل انتسين على دك السكر حتى كيدوب تماما نضفتلي معلقة كبيرة ديال السبتة ونخلط لكل جيدا ودك الحليب انزتلي واحد معلقة صغيرة ديالنشا الدورة يعني في التالي راشتو ديالنشا صافيو سكبتو على الكراميل وبحركة سريعة كنمزج لكل جيدا والنار تكون مهيلة باش ما يتحرقش صافيو هادا سوس كراميل ديالي كيجي كيف قلت رائع متعدل استعمالات وضفوه الحلويات البانكاك لاش ما وضفته وبهكده حلقتنا دياليوم غدي تكون سلاة شكرا للمتابعة وانتظرني في الحلقات المقبلة بإذن الله شكرا للمتابعة